بيقول لي ماذا لانتوكم الحبرتكم موضوع المهدي المهدي مفوش كلام كتير المهدي واكل متين اللي قلتوهم لك ولا حنعملها حكاية وألف ليلة وليلة المهدي رجل من أهل البيت يأتي في آخر الزمان عند فرقة شديدة من المسلمين وضعف شديد من المسلمين واخد بالك فتجتمع كلمتهم عليه اسمه اسمه محمد وبو اسمه عبد الله من نسل سيدنا الحسن يولد في المدينة عالم من علماء المسلمين ربنا يجمع قلوب العباد عليه ويصلح الله شأنه في يوم وليلة أول ما المسلمين يبايعوه في مسم حج بين الركن والمقام يعرفوا الأعداء الإسلام أن المسلمين اجتمعوا على إمام يعملوا جيش يأتي من قبل الشام يغزوا الكعبة لهدمها فربنا يخصب بهذا الجيش بأولي وآخيري فأول ما يخصب بالجيش الكل يخاف فيسيبوه فيعلو شأنه ثم يعلن عن نفسه واضح؟ إحنا مش منتظرينه لما يزهر نؤيده لكن إحنا مشغولين فيما أقمنا الله فيه محدش بينتظر حاجة لأن قد يكون عمرك ينتهي قبل أن يزهر فهتقعد منتظر كده حد إيه على خدك زي الست المتطلقة ولا هتعمل إيه يعني فهم؟ ما ينفعش يا أستاذ يبقى المهدي المنتظر ده عند الشيعة عند المسلمين أهل السنة المهدي معلوم ولكن لا ننتظره عندما يزهر وحيعلن عن نفسه ولا ننقب عليه كمان نقول ما شفتش رؤية كده تولد ولا ما تولدتش طب هو موجود ولا ما مش موجود كلام ده وقال حتى التنقيب عليه مش مطلوب لأنه لما هيزهر حيعلن عن نفسه في جميع وسائل الإعلام في السنن والجزيرة مباشر وغير مباشر وفي القناة المصرية الفضائية وفي كل القنوات هيعلن عن نفسه لأنه ده قائد عام هيعرفه كل العالم وحيبتدي أهل الكتاب يكتمعوا عليه الروم ويعملوا حرب شديدة ضده ويخرج معه جيش يتراجع تلته ويستشهد تلته وينتصر تلته واخد بالك يعني معروف وحيقعد ثمان سنين هيقعد ثمان سنين يحكم آخر السنوات اللي حيحكم فيها حيظهر الدجال بقى لما يلاقيه قاعد انتصارات والانتصارات وهو بيحربه من الباطن يخرج الدجال بقى المسيح الدجال ويعلن عن نفسه فأول ما يخرج الدجال وعلن عن نفسه يقعد أربعين يوم بيعلن عن نفسه الدجال أول يوم كأيه؟ كسنة يعني يقطع مسافات ما يقطعها البعير في زمن النبي في سنة يقطعه في يوم عشان يعلن عن نفسه مش حياترك مدينة لو يدخلها إلا مكة والمدينة وتاني يوم كشهر يعني يقطع مسافة ما يقطعه البعير في شهر وإيه؟ وتالت يوم كأسبوع يقطع ما يقطعه البعير في أسبوع يقطعه في يوم بعد كده استقرأ أمره بقى وكنت اشرت في اتنته بقية الأيام كأيامكم هزيه يبقى أي قاعد في مكان ويعلن عن نفسه وقاعد في المكان ده يبطر يحلات بقى واخد بالك حيقعد أربعين يوم اليوم اللي أربعين في صلاة الفجر وسيدنا المهدي بيصلي بالناس في المسجد للأمر هناك في الشام في دمشي ينزل سيدنا عيسى بن مريم وهم بيصلوا الفجر يصلي مأموما بالمهدي المهدي يسلم يلاقي سيدنا عيسى وراه فيسلموا الراية ويبقى جند من جنودي اشتركوا في القناة